أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة أعمال الدورة الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية لعام 2024 وذلك في مقر الدائرة سعيا منها لتقديم أفضل خدمات الحكومية المالية أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة دورتها الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية التي تشمل ثلاثة جوائز رئيسية وخمسة وعشرين فئة فرعية تغطي مجالات التمييز في الكادر الوظيفي ومحاور المشاريع والمبادرات وذلك سعياً لبناء بيئة وظيفية محفزة وداعمة للمساهمات الفعالة والجد بما يسهم في تفعيل أليات التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من أجل تطوير استراتيجية الجودة ودعم تواجهات التمييز المالية محلياً وعالمياً في هذه الدورة زاد عدد الموظفين إلى 208 موظف وأيضاً زادت الفئات المقدمة أو الخاصة بالكادر الوظيفي إلى 25 فئة وأيضاً في جائزة المشاريع والمبادرات المتميزة زادت عدد الفئات إلى 6 فئات طبعاً الهدف من الجائزة هو الارتقاء بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي وأيضاً نشر ثقافة التمييز والإبداع والجودة في الدائرة إطلاق الجائزة شمل تقديم عروض تعريفية حول الشروط والأحكام ومعايير الفئات وغيرها من التفاصيل التي تمكن منتسب الدائرة من المشاركة لتكون هذه الدورة الجديدة قيمة مضافة لإنجازات دائرة المالية المركزية عن طريق ترسيخ بيئة عمل إيجابية متطورة قائمة على قيم التمييز ومفاهيم الابتكار وأدوات التنفس الخلاق لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات لصالح المتعاملين دائرة المالية المركزية من خلال الجائزة تسعى لبناء نموذج عالمي في المالية العامة وتمكين التحول الذكية وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم وتطوير ثقافة التمييز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي في الإمارة لأخبار الدار فعزة الضنحاني الشارقة